من مرجعيون جنوبية لبنان مرسلتنا دارين الحلوي تنضم إلينا دارين تطورات تعدى على الجبهة اللبنانية الجنوبية إضافة إلى كلمة مرتقبة لأمين عام حزب الله اليوم حسن نصر الله وإضافة لما يعني إذا يمكن أن توضح لنا أيضا ما يجري في مطار حماة في شمال لبنان لأنه في الكثير من التساؤلات في الأعلام أيضا المحلي اللبناني حول حركة غير طبيعية في هذا المطار نعم بداية أبدأ من التطورات الميدانية حيث سجل قصف مدفعي منذ صباح اليوم على أكثر من بلدة بلدات رامية الضغيرة وأيضا كان هناك استهداف لشاحنة كانت في حقل للموز عند بلدة الوزاني هذا الاستهداف بالغيرة استهدف داخل العمق اللبناني وخارج الإطار الجغرافي أو المدى الجغرافي للعمليات العسكرية المتصاعدة بين حزب الله وطبعا القوات الإسرائيلية ولكن حتى اللحظة لم يتم التأكد أو الكشف عن الهدف الذي استهدفته هذه الغارة في هذه الشاحنة طبعا هذه التطورات التصعيد الذي سجل في ساعات أمس والمتوقع اليوم يرافق أو يستنسخ التصعيد الذي شاهدناه قبل ساعات من كلمة أمين عام حزب الله الأسبوع الماضي وطبعا التصعيد الذي أعقب هذه الكلمة طبعا هذا التوتير يأتي لرفع سقف المواجهة عقب أو قبيل هذه الكلمة المرتقبة والتي هناك معطيات تفيد بأن حسن نصر الله عندما أعطى الإسرائيليين مهلة زمنية بالطبع لم يتحدث بشكل واضح عن تاريخ لهذه المهلة وإنما عندما أرفق كلمته بوعد بإطلالة أخرى يتوقع أن تكون اليوم يوم الشهيد طبعا كان يتحدث عن هذه المهلة الزمنية لكن فيما بين الإطلالة الأولى والإطلالة الثانية الكثير من التصعيد الميداني وخرق لقواعد الحدود طبعا إسرائيل خلال هذه المدة كانت تقوم باستهداف مستشفى قامت باستهداف مدنيين قامت باستهداف أيضا منازل مناطق مأهولة سكنيا وهذا بالنسبة لحزب الله بالنسبة إليهم هو خرق كبير وممنوع بالنسبة إليه بالتالي الرد على هذا الأمور نتوقع أن يكون في الساعات المقبلة وإن كانت ليس هناك من معطيات تؤكد هذا الأمر أما فيما يتعلق بمطار حمات كان هناك بيان للجيش اللبناني تحدث عن أن حركة الطائرات هذه تأتي بسبب نقل عدد من استفارات لأجهزة ومعدات في سياق خطة الإجلاء التي دعت إليها أكثر من دولة أجنبية طبعا بالإضافة إلى التمارين العسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني تم تعديل وجهة هذه الطائرات وأصبحت فقط تتواجد في مطار حمات وذلك لأسباب الأمنية المرتبطة بالطيران الحربي الإسرائيلي الذي عادة يتوجه من جنوب لبنان إلى داخل العمق اللبناني ووصل أكثر من مرة لينفذ طلعات جوية فوق العاصمة بيروت وبالحديث عن العمق اللبناني تتحدث الآن بعض المصادر عن أن الجانب الإسرائيلي أيضا قام باستهداف هدف في عمق على عمق أربعين كيلو متر في الداخل اللبناني أيضا لا أعرف إن كان لديك أي تفاصيل حول هذه المصادر صحيح هذا هو الاستهداف الذي تحدثنا عنه هذا هو الاستهداف الذي تحدثنا عنه للشاحنة في بلدة الوزاني هذه الشاحنة كانت مركونا في بستان الموز هذه الشاحنة طبعا وتقع في العمق اللبناني بعيدة تقريبا نحو أربعين كيلو متر طبعا هذا خرق كبير ونتوقع المقبل من الساعات أن يكون الرد أيضا يحمل خرقا كبيرا خصوصا وأن حزب الله أرسل أكثر من مرة رسالة أنه قادر على توجيه الصواريخ إلى داخل العمق الإسرائيلي طبعا وشاهدنا أكثر من مرة صواريخ بعيدة المدى وصلت إلى أبعد من المستوطنات الشمالية حتى أنه في الأيام الماضية ما عاد يذكر في بياناته أنه يستهدف في المراكز الإسرائيلية أجهزة الاتصال وأبراج المراقبة وبتا يستهدف قوات مشات من الجنود الإسرائيليين بالفعل شكرا لك دارين الحلوي مرسلتنا من مرجعيون جنوبية لبنان ترجمة نانسي قنقر